اشتركوا في القناة الشيخ حمد بن محمد آل خليفة اضافة الى نائب الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن راشد آل خليفة وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخرو وسعادة المهندس احمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني فضلا عن السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو انرجيز وخلال اللقاء تم استعراض الوضع المالي للشركة اضافة لعدد من المشاريع قيد التنفيذ من ابرزها المخطط الرئيسي للمنطقة البحرية الذي تم مناقشته بشكل تفصيلي حيث اثناء سموه على فكرة المشروع متمنين التوفيق والسداد لجميع القائمين عليه بالاضافة الى ذلك تم الوقوف على ابرز الانجازات التي حققتها اسري في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة بما يعكس النهج السليم الذي اتخذه مجلس الادارة فضلا عن الاداء الاستثنائي للعاملين في كافة دوائر واقسام الشركة والذي يعود الى الخطوات والاجراءات التي وضعتها ادارة الشركة التنفيذية للارتقاء بخدمات الشركة وتحسين مستويات الجودة وفي ختام اللقاء اشاد اسموه بالنجاحات المتوالية لأسري والنتائج الطيبة التي تم تحقيقها في الآوينة الاخيرة بما يدعم خطة التعافي المالي للشركة ويعزز مسيرة التنمية والتطوير بها كما اعربا عن تقديره للدور الاستثنائي لعضاء مجلس الادارة وفريق الادارة التنفيذية للشركة للنهوض باعمالها والارتقاء بمكاناتها اقليميا وعالميا اشتركوا في القناة